في حلقتنا الليلة نناقش موضوع القلق الشعور الذي يرافقنا في رحلة الحياة كالظل ونتساءل متى يكون هذا القلق دافعا للتقدم ومتى يحول دونه سنستكشف معا عالم القلق بكل تفاصيله كيف يؤثر على الفرد وهل يقتصر عليه وكيف يتشكل في الحياة الأسرية والمهنية سنتعرف على مفاهيم جديدة حول القلق ما المقصود بسلوك الأمان وكيف أن تجنب المواقف المقلقة سبب في استمرارها وللحديث بقية في الاثنينية القلق يعني لما نتكلم عن القلق كثير ناس يصير عندهم تساؤد كيف نفرج بين القلق الطبيعي والقلق كالضراب كلنا مية بالمية نشعر بالقلق اللي يفيدنا في حياتنا وهذا اللي نتكلم عنه هو القلق السوي أو الطبيعي أنه بكرة عندي اختبار عندي مقابلة في شيء يحتاج أسوي طرأ علي أمر فالقلق اللي يساعدني أنه أنا أتهيأ وبس يروح الظرف هذا أرجع للوضع الطبيعي اللي هو غالبا فيه استرخاء وهدوء وهكذا بالنسبة للقلق الغير سوي أو لما يكون فيه اصطراب الوضع مختلف أنه الشخص يشعر بتهديد معظم الوقت في هذه التجربة الغير سارة ما هي حلوة مع الجسد والشعور والأفكار اللي تتضمن تهديدات وبرضو إحساس الشخص أنه كأنه يحتاج يتهيأ وأنه ما رح يقدر يتعامل مع هذه التهديدات لو حصلت وهذه الحالة تخلي الشخص حزين يشعر أنه مشلول يصير فيه عجز في حياتها تبدأ تأثر في حياتها في جوانب حياتها المهمة فهينا نتكلم عن الحالة الغير سوية للقلق طبعا القلق يعني ممكن أحنا المستمعين مجرد يعني في جوجل كذا بحث سريع تطلع أنواع الضرابات القلق قلق عام قلق اجتماعي نوبات هلع رهاب محدد أنواع الرهاب وفيه محكيات التشخيص وفيه وصف لها يعني اللي ودي أذكره من ناحية كذا إكلينيكية عن خبرة الفرد عن القلق وأنه إيش تضمن إيش معالمها يمكن أبرز شيء أنه الشخص اللي يعاني من الضراب قلق كأنه عنده مشكلة أو ما فيه تسامح مع اللايقين اللايقين في الحياة أنه إحنا ما فيه ضمانات مية بالمية يعني كلنا طلعنا اليوم من بيوتنا رحنا لعملنا سوينا أشياء معينة خططنا من بداية اليوم صح فيه خطة وفيه تصور بس ما فيه ضمان وما نحتاج هذا الضمان عشان نمشي يومنا لكن اللي عنده الضراب قلق فكرة أنه ما فيه ضمان مرة تؤلمه ومرة تشغله ويحتاج ضمان ففكرة أنه فيه مجهول أو فيه حيز لعدم الضمان أو المجهول أو أنه ما فيه يقين في باله تساوي الخطر هذا شيء خطيرا لازم أتيقن لازم أتأكد كيف أسافر هذه السفرة وممكن فيه احتمالي أن الطيارة تطيح كيف أقبل هذا المشروع يمكن أفلس العرض اللي صار في جسدي شافوه الأطباء وقالوا ما فيك مرض خطير لا يمكن الطبيب غلطان فيه احتمالية أنه الأشعة خطأ فدائما يركز على الاحتمالية هذه أنه ما فيه ضمان مية بالمية وينشغل بهذا الموضوع ويعاني ففكرة عدم تسامح مع اللايقين وبرضو فيه حاجة ثانية جزء من خبرة الفرد اللي ما يعاني من قلق أنه أحيانا يجي الشخص العيادة يقول أبغى عالج هذا القلق مزعج بس بنفس الوقت عنده خوف أنه ما يقلق هنا نقطة مهمة أنه عنده اتجاه نسميه اتجاه إيجابي نحو القلق يجي يقول أنه إذا أنا ما قلقت على عيالي واتصلت عليهم أكثر من مرة وشيكت وخليتها يفتح اللوكيشن يمكن أن أكون أب غير مسؤول أو أنا ماني مهتم فكيف أصير عادي يمكن أن أصير ماني مهتم أو ماني مسؤول من جهة ثانية يفكروا أن القلق أصلا يحميني أنا إذا ما قلقت وفكرت في المخاطر يمكن أن أصير لي شيء سيء وأنا قاعد مسترخي عادي أو يجي يقول أنه القلق يهيئني للأسوأ إذا صار الشيء السيء اللي هو مثلا خسرت فلوس شيء صار في صحتي شيء في بيتي على الأقل أنا متهيئ طبعا في العيادة جزء من التعامل مع هذا القلق وأنه نتحدى هذه القناعات يعني في العلاج التحديد المعرفي السلوكي أنه هل فعلا القلق كان يحميك؟ يجي يقول لا دائما أصلا ما قدر أستعد للأشياء اللي تجي وخسرت يمكن حتى اللحظة الحاضر أنه ما قدرت أستمتع ولا قدرت أعيش اللحظة مع الناس برضو أنه هل القلق فعلا مثلا يريحك بعدين إذا صار شيء سيء؟ لا أمفجع بالموضوع كأني ما فكرت فيه مع أنه طول الوقت في بالي فصير فيه تحدي لهذه القناعات برضو أنه فيه نزعة أحيانا عند الشخص القلق وأنه كذا حس المسؤولية يأخذ أبعاد يعني مرضية يعني يمكن هذه كذا لمحة سريعة عن إيش يصير في الفرد من ناحية اللايقين القناعات عن القلق أحيانا وبرضو فكرة أنه يعني مجمل اللي في داخل الشخص اللي يعاني من قلق أنه تركيز على هذه المخاطر وأنه ما فيه ضمان وفكرة عن نفسه أنه إذا حدثت أنا ما رح أقدر أتكيف أنا ما رح أقدر أتعامل معها يقلل من كفاءة الذاتية في التعامل معها واللي لو نفكر كذا بصوت عالي كلنا كنا نخاف من أشياء لما صارت استوعبنا أن عندنا قدرة نتكيف عليها وأنها صارت أبسط وأشياء كثيرة نفكر فيها أصلا ما تحدث وأشياء إذا حدثت لقينا نقدرنا نتكيف معها وأشياء أصلا تأخذ حجم كأنها تهديد كبير بس هي يعني ما هي بهذه الدرجة أذكر فيه اقتباس السينيكا فيلسوف رواقي ودي أقرال كومية كان كاتب عن القلق في رسائل عن القلق الصديقة فيقول ما أنصحك به هو أن لا تكون تعيسا قبل حلول الأزمة لأنه يمكن للأخطار التي يشحب لونك قبلها كما لو كان تهديدها واقعا أن لا تصيبك فهي بالتأكيد لم تأتي بعد فهنا يقول أنه كثير أشياء أنت تفكر فيها ما تصيبك وبالتالي فإن بعض الأشياء تعذبنا أكثر مما ينبغي لها أن تعذبنا وبعضها يعذبنا قبل أن يجب وبعضها يعذبنا في حين لا يجب أن يعذبنا على الإطلاق فهنا المخاطر مخاطر ما تصير مخاطر إذا صارت ما لا داعي يعني هي بتصير لا تفكر فيها ما يحتاج وفي أشياء أقل خطورة من أننا متوقعين فيقول أننا واقعون تحت وطأة عادة المبالغة في الأسى أو تخيله أو توقعه مرة ثانية يقول أن الأشياء التي تخيفنا أكثر من تلك التي لها قدرة على سحقنا فنحن عادة ما نعاني في الخيال أكثر من الواقع نفس وصف القلق أنه اللي في بالك ممكن يأخذ أبعاد أكثر من الواقع ويسحبك من الحاضر فيقول لك ارجع للحاضر ما يحتاج تتهيأ اللي بصير بتلاقي نفسك متهيأ فيه فهذا يعني المنظور كذا كلينيكي فردي عن الشخص اللي يعاني من قلق فدكتورة ريحاب كيف الوضع من ناحية الأسرة والزواج؟ طبعا حكمنا بشر سبحان الله في علاقات مستمرة دائما الشخص القلق أحيانا ما يعي إلى أي درجة القلق اللي عنده ممكن يأثر على اللي حوله حقيقة ليس فقط العائلة العائلة ولو كان عندهم عاملة أو سواق أو عمل أو إلى ما شابه ذلك يعني الشخص القلق اللي في الأسرة إجبائيا يعيش العائلة اللي حوله في جو القلق يعني خذنا مثالك سادة حزوة حق الأب اللي شي الهم أو الأم اللي تتصل على أولادها أكثر من مرة تجد في حين مرة ما تتصل على أولادها عيالها الآن قلقين أمنا ما تصلت فلا شعوريا وزعت القلق اللي عندها على جميع أفراد الأسرة الأم القلق اللي على أبنائها خصوصا بعد الولادة أن خناك تسمع مثلا تنفسه يعني عايش الأم عايش وباستمرارية لا تنام متاحة ولا ممكن تستغني عن الخرجات الاجتماعية أو الحياة الاجتماعية ممكن حتى الخرجات العائلية أو الطلعات العائلية ممكن يعني ممكن أحيانا تقل إلى درجة يعني العدم بسببت أن الأب قلق لو صار فينا كذا لو نزل مطر قالوا اليوم كننزل مطر لو نزل مطر ما ممكن يصير فالشخص القلقي يعني زي ما قلت ممكن أحيانا أشياء ما تكون بالسوء هذا أو ممكن السوء اللي في باله أكبر من الحجم الحقيقي أو الحجم الواقعي فيأثر على حياته الشخصية حقيقة حياته الزوجية حياته الأسرية حياته مع الأبناء في الغالب وحسب دراسات كثيرة أنه أي شخص قلق عنده بارتنر عنده زوجة أو الزوجة إذا كانت قلق أو الزوج داما بينهم مشاكل أكبر من الكبر العادي مو الشخص اللي معني نحن نتكمع ناس اللي تم تشخيصهم بإضطراب القلق فالعلاقات الزوجية اللي فيها شخص مصنف أو مشخص بإضطراب القلق عندهم الإعلاقة متوترة ويصفونها بعدم الرضا وعدم التواصل الواضح أو التواصل الواضح مقارنة بالعلاقات اللي ما فيها التشخيص هذا طبعا أتوقع ممكن له أبعاد ثانية على مجال العمل والأشياء هذه لو حبينا لتفصى فيها أكثر من المسال يعني رغم وضوح الفكرة اللي قلتها الحين أنه تشعور أنه في شيء يحصل لكن لا شيء حيحصل ما في أحد يقدر هو في وسط القلق أنه يمنع هذا التفكير فهي تبدو يعني واضحة وسهلة سيطرة عليها لكن الأبعاد اللي تأخذها في حياة الإنسان أكبر بكثير من المنطق لما يجي يحلل الشعور ليش أنا أشعر بكذا كما تخل القلق في عالم العمل يعجبني وصف للمتنبي عن القلق يقول أرق على أرق ومثلي يأرق وجوا يزيد وعبرة تترقرق النقطة المهمة هنا هي مثلي يأرق يعني المتنبي رابط القلق بالطموح وهذا اللي إحنا دايما نواجهه في استشارات العمل شخص بطموح شديد جدا أحيانا تصنف تايب A personality أخذ القلق معه أبعاد مرة كبيرة يعني نادرا ما يبدأوا الناس بالخبرة الفردية لو وصلوا للأخصاء الإكلينيكي قبل فحيكونوا ارتاحوا من شيء كثير إذا وصلوا لأنا قبل ما يتعرفوا على وجود القلق أو ارتفاعوا عندهم لهذه الدرجة فحيكون في فترة الإقناعهم أن الموضوع الآن لا يخص العمل قصتك مختلفة فلما زي ما تكلمتي حزوة أن المجتمع يسميها صفات جيدة أنت طموح، أنت منتظم، أنت أوقاتك جيدة أنت مهتم، أنت مسؤول قبل أمكن في 1950 صارت تصنيف هذا من كارديولوجست من أطباء قلب والمضحك في هذه الدراسات حق التصنيف type A و type B personality أنه اللي سووا لها فوند اللي سووا لها رعاية هما شركات التبغ ليش عشان تبعد التهمة حق جلطات القلب عن التدخين فسووا دراسة أنه إشي اللي يسبب أمراض القلب من وجهة نظر غير التدخين خلينا نشوف شيء ثاني فكانت بداية التصنيف هذا حق type A و type B وطلعت D وطلعت C وطلعت أشياء مرة كثير لكن type A هو شخص طموح منضبط جدا عنده رغبة لا تنتهي في التفوق تنافسي هنا إحنا نتكلم يعني حنضطر لما نتكلم عن أي شيء أي trait أو أي صفة تجلس في الإنسان لهذه الدرجة نشوف مرة ثانية الأسرة نشوف المنشأ كيف يعتقد كيف تعتقد الأسرة عن التنافس كيف زرعت مثلا قيمة الثناء أو الإنجاز ففي كل مرحلة أتعامل فيها مع أي أحد في طموحه لازم أرجع للشيئين هذه كيف أنت صنفت أو اعترفت أو شفت الحياة وتعرفت على معالم الإنجاز معالم الذات طبعا جزء كبير من الصورة الذاتية يعني يمكن نصف الصورة الذاتية تتحقق من المجتمع عشان نقدر نقول إحدى والآخر خلال هذه الدورة يتتشرب الإنسان مفاهيم قلق مرة كبيرة يزيدها مكان العمل من الأشياء التي قريبا في كم جهة قمنا بتقديم استشارات لهم كان ملفت أنه في مكان واحد حصلت عدة جلطات في لفل محدد هذا ما يحتاج بعدها أنك تسوي دراسة الصحة النفسية في المكان لأن هنا في وضوح أنه في مشكلة هنا المؤسسة كلها كعينة من المجتمع تمر بشيء مرة كبير ويبان بعد كذا مظاهر القلق على أفرادها ممكن زي ما تكلمتي أنه حتى العاملة في المنزل حتلاقي المؤسسة من أولها لآخرها في تأثر بهذا القلق نظيم يمكن نقطتك أنه ذكرتي أن الشخص ممكن يكون مثابر مسؤول يعني فيه صفات أو سمات إيجابية أو كويسة نافعة لا تساعد أن يحقق أهدافه وتنفع المكان ككل نفس الشي ترى الشخص الذي عنده قلق أحيانا الأسرة تجيبها لما صار فيه عجز وصار يتعارض مع مصالحهم بس رأهم استفادوا منه فترة طويلة إذا وكلناه مهمة أنه عرف يسويها على أكمل وجه فهنا كأنه بين الفرد وبين المجتمع كيف المنظومة نفسها تبقي على هذا القلق أو تعززها بس بالنسبة لك يعني هاجر أنه متى يكون أنه ممكن كلنا نقلق في بيئة العامل تصار فيها تغييرات أو مشاكل أو كان رئيس معين صعب يأثر على البقية بس متى يكون القلق والله خرج عن الصيدرة أو ما هو طبيعي أو ما هو نافع حلو يعني شوية قلق هو دافع السعي من الضروري أنه يكون فيه شوية قلق في العمل لسوي تكيف مع التغييرات الجديدة بتها أنا أقول أنه فيه قلق يعيق حياة الإنسان لما تبدأ الأعراض الجسدية شفتي لما قال المتنبي وجوان يزيد يعني وهذه مرة وصف حلو أنه القلق يشعر فيه هنا يشعر فيه في الرئة من تفسير كلمات جوا أنها التهاب الرئوي فأول عرض يشعر بالإنسان هو شيء رفرف ما يقدر يسيطر عليه كمان يجوني كثير أممكن الأشياء الطرابين المتعلقين بالعمل من الطرابات القلق هو الطرابات الهلع والسوشال الانجزايت هي صح ما هي متقاطعة لكن هذه الأثنين العمل يطغيها يعني لو كانت هي بسيطة تتفجر تتفجر في الأوضاع حقتنا في أين هي علاماتها كلها سوعة التنفس ضيق التنفس الأشياء هذه زي ما ذكرتي حلو وصل متنبي لذلك الموضوع بس المزعج في الموضوع أن يقول مثلي يأرقوا يعني هذا بس للناس الكويسين آه خلى عطاء طابع طابع بطولة لتجاه الإيجابي وزي كذا المجتمع كله وزي ما وصفت الأمهات اللي قلبهم مثلا مرة مهتم فالمجتمع يعيب يعيب كثير من السلوكيات المطمئنة على الهادي كانوا ثقافتنا شوي أحيانا أنه ممكن تعزز هذا الموضوع لأنه فيه حماية وفيه أشياء إيجابية بس لازم نفرق متى بدا يصير اضطراب والشخص قاعد يعاني أحيانا ما يبين أو يبدون يلاحظون بعدين الناس أنه لا والله فلان كثر إحنا علميا أساسا عندنا يعني فيه كثير درسات صارت على القلق بالذات السؤال اللي يجي هل هو شيء متوارث ولا هل هو شيء بيئي ودراسات كثيرة أجريت ووجدوا أنه فيه جزء منه ممكن يكون وراثي يعني لاحظوا فيه دراسات كثيرة أنه إذا أصيب الشخص بالقلق أو الاكتئاب تحت سن العشرين في عمر مبكر غالبا ما يكون وراثي لكن هناك عوامل كثيرة في الحياة الآن ممكن تؤدي إلى أن الشخص يصاب بالقلق لا قدر الله حادث فقد الشخص فيه الحركة عنف وأبيوس مثلا في مرحلة الطفولة مثلا خسارة شخص مثلا وظيفته الطلاق في بعض الأحيان ففي عوامل بيئية تؤدي إلى القلق الآن اللخبط اللي يمكن تسير في المجتمع أنه ممكن الشخص يكون فعلا متوارث للقلق فيجيني أشخاص يتقمصوا القلق اللي في الشخص هذا يعني في الغالب إذا الأخ في سن بكر وشخص بالقلق فيه أحد ثاني رح يكون عنده لكن اللي يصير أنه حان يكون عنده شخص قلق ما لده خاف وراثه تلقين شخص ثاني يتقمصوا ما يكون وراثي فيعني ممكن يكسير فيه لبس في الفترة أنه هنا وراثي لأه ما وراثي أنا من كثر أنت الأشياء التي تبارسها بطريقتك القلقة فممكن الشخص يأخذها كجزء من شخصيته وجزء من حياته فعليا ويمارسها فممكن يكون فيه لبس بس هي فعليا ممكن جزء وراثي وممكن جزء بيئي نحن دائما يعني مكتسب دائما حتى حننمزح في حياتنا العامين يقول جانا القلق صحيح ففعلا ما وصفنا الشخص هذا إلا لأنه سويت كذا يثير شعور يثير شعور القلق بأنه أنجس كذا فعليا يعطيك حساس اللي فعلي صح وذكرتي نقطة العوامل يعني مرة مهمة أنه ليش فلان صار عنده قلق أو فلان لا ليش هذا صار عنده اضطراب نفسي صحيح اللي هي بالقصة خنشوف قصة الإنسان إيش العوامل اللي جمعت فيها وأدت إلى كذا بس يعني عندي فضول معرف أنه يمكن سؤال العلاج مرة معقد وصحي في كثير ناس يقولون طيب كيف يتعالج هذا الموضوع العلاج الفردي لها مدارس مختلفة طريقة تفاعل مختلفة مع المريض بس في العلاج الأسري لما تجي عائلة كأنها صارت عائلة قلقة وشي يكون المدخل عادة أو كيف يتم كيف ممكن تتعالج الأسرة السؤالك صراحة مرة جميل ساذة حزوة لأنه ممكن هذا شيء أنا كتخصص علاج زواجي أسري أختلف عنكم في الشيء هذا كثير من الطباء النفسين أو من الخصائي النفسين يجيب الشخص يشوف العلامات اللي عنده وينهي العلاج أو الجلسة بأن أنت عندك شخصك بكذا أو تشخيصك كذا وكأنه يخلق له إطار معين للي عنده اللي نحن نسويه تماما للعكس نحن نخرج الشخص من الإطار هذا طيب أنا أنا عندي قلق وشخص بالقلق أنت فعلا لست القلق لما نشخص الشخص بالقلق يرى نفسه أنه لا شيء بس فقط قلق تشخيص فقط التشخيص فإحنا زي كأنها نظارة نشيلها نقول أنت جزء من الشيء هذا لكن أنت لست هذه الدائرة كاملة هي جزء منك ولكن لست أنت لست القلق بحد داته طيب القلق هذا كيف يمكن يكون مفيد كيف يمكن يكون مؤذي كيف يمكن يساعدك تتعامل مع أساتك يعني نحن نحتاج أب فعلا يحرص النفي ونحقها لا نطلع المطار بدري مثلا نطلع قبل خفت ساعات لكن لا نحتاج أطلع قبل خفت ساعات فكيف نسخر الذي لديك بطريقة تهدف إلى أنها تفيد الأسرة الأسرة فعليا تلقى إذا عنده شخص مصاب بالتشخيص القلق أحيانا لا تتعامل معه لأن الشخص بحد ذاته أحيانا لا يفع عبر عنه هو شبغة لا يفع عبر أنه هذا يسبب لي القلق رجاء لا تسموه كذا أو راجعوا هذا فيكون فيه ميس كوميونيكيشن جدا عالي حيانا نوضح الصورة بين الفرد العائلة ترى هذا يساعد هذا ما يساعد حيانا نحن في الجلسات العلاجية حيانا تجيني كل الأسرة الأسرة كاملة موجودة في العيادة فلما الأب أو الأم أو الإبن مثلا يسمع وجهات النظر مطرف مختلفة يصل إلى حقيقة هو ما قد تسمعها قبل خفت يصل إلى مرحلة وعي هو ما كان يدركها أساسا فالوعي هذا أو سبحان الله الإنسان وصل إلى مرحلة وعي ما تقدر تأخذها مننا مرة ثانية أنت الآن عندك الوعي هذا أنت عرفت الشيء هذا فما حيسبب لك نفسه ما رح يسبب لك أنك الآن عندك وعي مختلف وعلى أساسها هنتعامل مع جميع أفراد عظيم أذكر يعني سبقوا حضرت جلسات علاج أسري كمتدربة وشفت كيف أنه كأنه تنزل سكينة على الأسرة لما يستوعبون لما يصير هذا الوعي أنه هم في هذا الإطار المعالج يحط لهم طريقة كيف أنهم يتحاورون ما يقاطعون بعض يسمعون بعض للأخير يتأكدون أنه فلان وش سمعت يعني يطلب مثلا من الزوج قولي الزوجة ايش قالت فبداية يستغربون هذا الكلام أنه ترى سمعتها قالت اللي قالت لا قولي ايش فهمت لما يقول الفهم فهم ثاني كأنه في أحكام أو تجارب معينة تعيق أنه يسمع هيش قاعدة تقول فيصير يحسن التواصل هذه الخبرة كأنها ساعة ونصف من الجلسة يحسن التواصل بين الأسرة اللي يؤدي التواصل الكويس بيؤدي إلى تراحم وتعاطف بيؤدي إلى شوي شوي كده تغيير ناعم يصير فعلا ثقة في نوايا أفراد الأسرة البعض ما في غضب متنامي أحيانا نحن نبني فكرة أنه المفروض أنت فاهمة أنا شبخة المفروض أنك أنت عارفة أنا شبخة المفروض حتى حان في العيادة لم أسأل شخص الزوجة أو الزوجة طيب ما تبغى من الطرف الثاني يقول أنا قال لها قبل كذا لا أحتاج نعيدها لا نعيدها لأن الشخص الآن في المجلس هذا أو في العيادة يسمعها بطريقة مختلفة قد يكون لديها تساؤلات ما يقدر سألها في المنزل بحكم طبيعة العلاقة عين تكون علاقة شوي ما هي بالسلاسة التي تكون في العيادة لا يوجد عنصر الأمان فالآن أنا أقدر أطلب وأقدر أسأل وأقدر أستشف منك أشياء ما أقدر تستشفها في السابق فهذه مهمة فأحيانا أنا أفهم وش فهمت من كذا أحيانا نفسي الفهم يكون خاطئ وعلى أساسها تبنى أشياء كثير خاطئ يمكن هذه أكثر حاجة سائدة حتى في العمل اللي يسمعه الإنسان متأثر بشعوره تجاه الآخر نظرته للسلطة نظرته للأحكام للحدود للترقيات ثقته بنفسه فاللي نسمعه إحنا أو اللي يدركه الإنسان مما يسمعه مو شرط يكون هو الحقيقة وهذه اللي مرة مهم يعرفها الشخص اللي يمر بمشكلات بالعمل أنه هل الواقع اللي أنت ترويه أنه هو واقع هو الواقع الحقيقي في عندنا اختبار أنه يحتاجه كثير عن عوامل تعطل اتخاذ القرار المهني يعني إيش الأسباب اللي تخلي ذا الإنسان ما يقدر يتخذ قرار مهني من العوامل اللي تطلع عالية وإذا طلعت عالية ما نقدر ناخذ أي رواية عن العمل إنها رواية حقيقية نيروتسيزم إذا طلع نيروتسيزم مرة عالي يعني الإنسان مفعم بالتشاؤم اللي هي إيش الأسبابية النسمات الشخصية فهو يرويلك إياها وهو مرعوب فعلا هو مؤمن فيها فعلا بس متى ما اشتغل على القلق مع معالج أكلينيكي حيشوف الواقع بشكل مختلف تماما أنا هنا فقط يكون دوري هي عدة عوامل يعني مثلا ما عنده معلومات كافية عن المكان مشكلات الأسرية كمان هذه أحيانا تكون مرة مؤثرة على القرار المهني أنه أنا عندي قلق لأنه هذا الشيء ممكن ما يرضي عائلتي فقصدك أنه يجي لك شخص يقول أنا أحتاج أتخذ قرار مهني أنا ماني قادر بالضبط لما يسوي هذا الاختبار يتضح لك أحيانا زي أنه القلق عالي نتيجة جزء من الشخصية اللي تخليه أصلا يشوف الخيارات أنها أسوأ مما هي عليه في الواقع بالضبط يروي الواقع كله رواية مختلفة عن الواقع فهنا أنا ما أقدر أسوي معه أي خيار صحيح لازم أول شيء نخفض القلق لكي يقدر يشوف الإنسان يعني هذا الدور اللي يسويه قلق بشكل جدا جدا حزين لمواهب كبيرة لفرص مرة كثيرة كل الفرص تقرأ على أنها تهديدات عظيم نرجع إن شاء الله بعد الفاصل ودي نذكر مثال على هذه النقطة فاصل على كلامك هاجر بخصوص اتخاذ القرار أنه يجي لك شخص كمستشارة علم نفس مهني يعني مختصة في قضايا المهنة اللي تصيب الإنسان من ناحية نفسية أو تهمه من ناحية نفسية فيجي يقول ساعديني أبغى أتخذ قرار أروح بعثة مثلا ولا أكمل في وظيفتي أستقيل من هذا المكان ولا أروح هذا المكان فأنتي قلتين أنه في لما يكون الشخص قلق أصلا يجي نظرته للرواية للخيارات اللي عنده ورأيه فيها كأنه بفلتر القلق اللي هو المخاطر زي لما قلت لكم أنه بس مركز على المخاطر ويقلل من كفاءته وكيف يتعامل معها هذا ذكرني بمثال أنه يعني لو مسكنا مثال شخص عنده بعثة أو وظيفة وبنوضح كيف أنه يكون عنده قلق طبيعي وقلق غير طبيعي فالقلق الطبيعي مثلا بيفكر أنه وظيفتي الحالية لي سنوات فيها أخذت خبرة عرفت السوق بس الرواتب الترقيات فيها مرة ضعيفة فكني بطلع بعثها في جامعة مرة مهمة وبكتسب خبرات هناك وعلاقات فبيكون خيار لي مثلا جيد لنفترض من هذا الخيار اللي يبغى فليش لا والآن ما عندي التزامات فقدر أروح أدرس وأرجع وأبدأ من جديد فبيفكر كذا في الخيارات أو مثلا يفكر في أنه يقعد في هذه الوظيفة أنه في أمان أنا قريب من أهلي ما لا داعي ومكان جديد وشوي شوي بنتقل الجهة ثانية يتصور كذا الخيارات ويشوف أنه فيه مخاطر تمام ويعني بسيطة الأمور يأخذها لكن شخص عنده قلق وزي أنتي ذكرته كيف أنه ينشل في اتخاذ القرار وأنه ممكن يفكر أعطيكم سيناريو كيف يعبرونا في العيادة يعني يجوني يتكلمون عن مسائل تخص العمل بهذه الطريقة بصيغة القلق وأنه طيب لو أنا صح وظيفتي الحالية الراتب مو تمام لكن لو طلعت أنا بعثة وما نجحت وتركت وظيفتي ورجعت بدون وظيفة وفجأة لقيت نفسي صرت كأني هوملس لا عندي لا دخل يتخيل نفسها فعلا ممكن يقول أصير هوملس مع أنه عندك أهلك في أسوأ الظروف هذا شيء لا يمكن يحدث فيجي يقول لا أنه برجع ما يحط في باله أنه أنا عندي خبرة بلاقي مكان ثاني إذا ما ضبطت هذه البعثة عادي أنا عندي رصيد يتصور أشياء نهائية خطيرة أو لو تخيل الخيار الثاني أنا بجلس في هذه الوظيفة يقول بصير تعيس ما راح ترقى يمكن بعدين يغيرون يمكن بعدين أن نرفض فيجلس يفكر في كل مجال في الأمور النهائية الخطيرة وينشل عن اتخاذ القرار ولا يشوفه في نفسه قدرة على التفاعل مع أي تحديد ممكن يحدث زي كذا هذه الأشياء التي تحصل في العمل عشان كذا الحقيقة التي يجيبها العميل للمكان الذي نستشير فيه ما هي حقيقة كاملة في دائما أشياء تحيط بالموضوع أكثر وضوحا يعني ممكن يروي عن العمل أنه مغلق فيه الفرص تماما بس هو محبط لدرجة أنه ما شاف الفرص أبدا ممكن يفكر أنه لو رحت بعثة للمكان الفلاني والدتي ستجلس لحالها وحيكون مرة شي حزين فيبدأ يكبر الأمور العادية التي هي من الحياة بس يحمي نفسه وعقلنا مدرب على حمايتنا يترك التحديات بكل أشكالها وألوانها لكن التفكير الكارثي اللي يصير أنه ممكن أنا أتشرد لو رحت أرجع بدون أي فرصة ممكن لو غيرت مهنتي الآن أو بدأت على الديون اللي يدخلوهم في نسائت اللي يقو حملة عشان فرجت فكان يقولون أنه إذا بدأت بزنس هيدخلوني فرجت تسمعيها من الناس إكستريم فهذا الوصف أعرف أنه القلق تمكن من الأنسان لدرجة أنه ما يشوف الواقع بتساؤل لو في كلمة فرق بين الواقع زي ما هو والواقع اللي بنظر الشخص القلق هو التفاؤل والتشاؤم التفاؤل أحيانا يحتاج للإنسان أنه يقصر نفسه عليه قسرا وينتشر كده داخل الثقافة لما يجي لك شخص زي كده لاحظت أنه خلاص يعني توغل في القلق ما تقولي له أول حاجة هو أنه يعني بدون وجود أدلة تقنى هذا الشخص اللي هو تايب اي بيرسوناليتي أنه يحتاج مساعدة الموضوع صار قلق صعب أنه يقتنع لا هو يشوفها أمور حقيقية وكلنا لما نشوف زوايانا نشوفها فاكتس ما نشوف أنه فيها أي شيء ثاني فإذا كان في اختبار في شيء ممكن يكون زي ريفرنس أنه أنت الآن أول شيء محتاج تشتغل على القلق جلسات ميديتيشن أشياء تخلي جسمك يرجع إعادة ضبط المصنع يرجع يرى الواقع بهدوء وهذه يمكن الأشياء المهمة أعرف فيها موضوع الأسرة لأنه في أسر ما عبرها شافت الواقع بتفاؤل فما يعرف الإنسان البديل الثاني الهادئ صحيح صحيح لما ذكرت الأسرة الآن أتذكر عميل مرة أسرة زوج زوجته كانوا عندي في العيادة كان الزوج عنده قلق ومشخص بالقلق بانيك أتاكس في الهايوي خطط السريعة زي الدائلة مثلا اللي عارف ما فيها مثلا ما يقدر يوقف بأريحية ما يقدر ياخذ أكزة فكان لأنه صادف أن الزوج مرة جاته بانيك أتاك هو فعلا على الهايوي وحس أنه خلاص شورتنس وبرث ما يقدر تنفس ما يقدر تصرف لو دخت لو انصدمت فبنا سيناريو معين في مخه فساعة الأسرة أي طلعة حقيقة تتطلب منها أنه يأخذوا الهايوي تجد الأبي يرفضها الأسرة لا كانت تدري الزوجة فعلا لا كانت تدري أنه سبب رفضه طلعات المستمر وخصوصا اللي لازم ننتقل فيها من نقطة إلى نقطة بي يتطلب أن ناخذ الهايوي أنه يتعرض ويصير موقفه أمام زوجته موقف ضعيف فما كان حبل يعني الزوج تفهم أنا ما بطلعكم مالخلق مو اليوم بعدين فكانت الزوجة دائمة الزعل من ليش ما طلعنا ليش ما طلعنا ليش ما طلعنا لما فهمت أنه حقيقة أنه أنا مو أنا ما بطلعكم أنا هذا اللي اتعرض له وهذا اللي يسلي على الهايوي فاشتغلنا كثير على الأشياء هذه لما فعلا نتمكن أنه يطلع مرة ومرتين وثلاثة ويكون أحد معاه جنب في الكرسة الثانية حيث لو جات ني نوبة الزلعة هذه ممكن الشخص الثاني يقود السيارة عند لو صارت النوبة هذه درجة مرة مرات طلع ما صار أي شيء فجس قال أنا ما صار لي أي شيء هنا صار خلاص فوصل لقناعة بطريقة مختلفة عظيم ذكرت نقطة طبعا مرة مؤلم أن الشخص يعاني من حاجة وقعد تأثر على العلاقات هنا في مشهد الأسرة شاهدنا كيف الشخص يعاني مقدر يتعامل مع الموضوع ما يتواصل معهم ويوصل لهم كيف يأثر على العلاقات وشاهدنا كيف يرى القرارات المهنية والواقع المهني وصير يعاني في اتخاذ قرار ويمكن يترتب عليه أشياء سيئة في الفرد هنا نرجع لنقطة في داخل الفرد في خبرة القلق يعني في مفاهيم ودي توصل للناس كذا تكون مفهومة أكثر كونك عندك قلق هذه الخبرة الغير سارة اللي وصفناها قبل شوي من أفكار تهديدات ومشاعر جسدية زي ما قال المتنبي وش يترتب عليها اللي يعرف أنه بتجيني خبرة القلق فيه أتجنب أطلع لأنه تجيني نوبة هلع في هذا المكان وغالباً يصير في ارتباط بين نوبات الهلع ورهاب نوع فوبيا اللي هو رهاب الأماكن المغلقة أو المفتوحة أو فكرة أنه يطلع برى البيت فعنده تصور أنه أنا هذه النوبة اللي تجيني المرعبة جداً حالة الخوف اللي يمكن أنت تضمن أنه أنا رح أموت وينقطع نفسي وأدوخ وأتفشل في المكان اللي أنا فيه إذا كان في العمل أو أنه أنا في السيارة بسوي حادث ترتب عليها شيء أو أني أكون في مكان بعيد مثلاً طالع خط سفر ما رح تجيني سيارة إسعاف تنقذني هو تصور المخاطر هنا أنه رسمي فيه شيء وابموت بس هو اضطراب نفسي هو قلق وما رح أنت مهيأ يعني ما هي خطر الطلعات أني أروح مقابلات عمل لو كان عندي قلق اجتماعي أني أروح عزايم أو أبحث حتى عن فرصة أخرى أو أشوف الحياة كيف فيها فرص حلوة بالضبط أو يترقى في نفس المكان بالضبط هذا بالنسبة للقلق الاجتماعي فالسلوك تجنب أقطع الشيء ولما أقطع أنا أقطع كشخص عندي اضطراب ليش لأن أنا مرة خايف والتجربة متعبة ما بيعيشها بس شوي شوي تجنب عن تجنب أنا معادة أقدر أرجع للحياة الطبيعية كل ما لها تصير صعبة تطلع كل ما لهايوية تصير أصعب كل ما للمقابلات عمل تصير أصعب تمام وغير أنها تصير أصعب أنا أبدأ أكتب أنا مو قاعد أعيش الحياة اللي أبغاها أنا قاعد أعيش وفقا للقلق إيش يملي علي اللي أنا حاول أتجنبها فهنا يبدأ تشتد الأمور فالتجنب هو بالنسبة لها حل بس هو مبحل هو جزء من الاضطراب هو يحتاج حل للتجنب التجنب أكثر حاجة مشتركة بالاضطرابات النفسية أنا ما أواجه ما أعرض نفسي للشيء اللي أنا خايف منه ونجهة ثانية اللي هو مفهوم سلوك الأمان مفهوم سلوك الأمان مرة مهم كجزء مكون من اضطرابات القلق والشو؟ لأنني عندي هذه التجربة الخوف وبطلع لأنا خلاص عرفت حتى من لازم أمر بالهايوي فأنا لازم معاي زي عكاز يعطيني شعور أمان في هذه اللحظة ما أطلع للحال لازم أحد معاي لما أطلع معاي أدوية مثلا أنا ما أحتاجها حق أمراض مزمينة بس يمكن أحتاجها يمكن صير لي شيء ستجيني سكتة أو حاجة لأكلم بالخط لازم أحد يعرف فهذه الطريقة أنه سلوك أمان هو كل شيء أنا أستخدمه كعكاز بس أنا أصر رجلي اللي أقدر أمشي فيها بس جزء من الاضضراب أنا شاكي في رجلي إنها تقدر أو لا تقدر فأطلع بهذه العكاز إيش أشكالية سلوك الأمان يطمن في هذه اللحظة يهدي الخوف في لحظة المواجهة بس مو على المدى البعيد المدى البعيد ينفخ في القلق أكثر ويسبب عجز أكثر لأنه لو يوم بالليام أنا مضطر أطلع عشان شيء مرة مهم في الجهة الثانية بس ما حد معاي في السيارة ما نبرايح شيء ثاني مثلا سلوك أمان في القلق الاجتماعي يعني لاحظت كثير ناس أنا عندي بريزنتيشن في الجامعة أو في العمل أو بواجه جمهور يأخذون وهي أدوية حقة الضغط حقة اللي عندهم مشكلة في الضغط اللي يتخفض الضغط هم ما عندهم مشاكل في الضغط يأخذونها عشان تهدي الخوف عشان أقدر أتكلم بس إيش الأشكالية هو ما يختبر أقصى ما في الخوف في هذه اللحظة يعني يحس أنه ثقيل مرة يتفشل ويتعب فيه مخاطر كثير لكن إيش يسوي ما يتعلم استجابة أنه ممكن أواجه هذا الخوف وما يصير شيء لأنه خائف منه بالتالي يتعالج شفتي لما طلع فجأة ولاحظوا أنه ما جاءت نوبة هلع وأموره تمام أو جاءت نوبة هلع وعدت فهو يبدأ يتعلم فالعلاج الفردي من جهتنا أنه أول شيء الشخص يجب أن يفهم مكونات القلق يفهم يعني إيش سلوك الأمان وكيف يبقي على المشكلة ما يحلها والتجنب وأحيانا حتى ترى الأسرة تشارك في سلوك الأمان يعني لما يجون مثلا شخص يجي في العشرينات كان عنده قلق انفصاله في الابتدائي مثلا قلق الانفصال يعني من أشهر الاضطرابات يعني ترى في الأطفال كثير أنه مثلا ما قدر أبعد عن أمي وأبويا ويكون أروح المدرسة فيقولون أنه نحن عشنا كل سنوات دراستة يمكن إلى الثنوي نتناوب الأب والأم يجون يقعدون ساعات في المدرسة يطلون عليه يسوون إجراء معين هم سووا سلوك أمان طبعا بالنسبة للأهل مرة صعبة أشوفه ولدي خايف بس أنا قاعد أسوي سلوك أمان أحيانا يخليه دائما ما يوصل مرحلة أنه يقدر يتعالج فهذه مفاهيم تخص القلق كخبرة فردية لهو التجنب وسلوك الأمان كيف نجزون من المشكلة والعلاج أصلا نحن نبدأ نرجع للوضع الطبيعي بدون سلوك أمان ويبدأ يتعرض فايش في كذا ممكن مفاهيم تخص خبرة القلق في العالم يجب هذا الموضوع بسمع منك فيه دكتور رحاب لأنه كثير أسر تتشوه حول المشكلة يعني مثلا المشكلة يمكن أنها تنحل لكن تريد في الشجرة لما تمر جذورها تدور حول شي جسم صلب زي كذا فالتجنب لمن يتفاقم لهذه الدرجة تنبنى أسر كاملة على فرص محدودة جدا بالنسبة للعمل لو في مفاهيم تخص القلق فمهم تعرف إيش هو القلق لك كان السؤال أنه في عوائل من كثر من قلق عندهم هو الطبيعي ما يعرف الإنسان الحياة بدون القلق هذا فتلاقيهم مثلا سافروا أنا ما أريد أن أذهب مع أهلي لأن أهلي رجعوا لي شعور القلق الذي أنا حاربته الحالي مرة كثير أو تلاقيه بتاعد عن أسرته واكتشف أنه في حياة بدون القلق طبيعية فهذه أحيانا تكون معضلة مع الكلاينت أنه يوصل لمرحلة ترى كل هذا في عالم آخر مطمئن وسط فيه قلق طبيعي فيه شعور معتدل فيه استرخاء فيه حياة حلوة على الضفة الأخرى فيه حياة حلوة لكن اللي ما ينتبهون الناس كيف يلعب فيهم القلق فمن الأمثلة اللي مرة حلوة كانت في الاحتراق عن الكناري زمان لما كان ما في مقياس للغازات كانوا عمال المناجم لما ينزلوا تحت يشيلوا معاهم كناري في قفص ليه؟ لأنه الكناري حي يتنفس غاز المهم غاز من الغازات السامة اللي مالها ريحة فعمال المناجم دائما يتعرضون للاختناق بسبب نقص الأكسجين كيف كان هذا الشي يقاس كان عن طريق الكناري إذا توقف عن التغريد معناها أنه بدأ التسمم أخرج فيصير منبه لهم أنه أطلعوا لأنهم ما يقدرون نشفهم ريحتها الإنسان محتاج الكناري الخاص حقه في العمل محتاج الكناري اللي يقول لك أوكي أنت الآن مقبل على احتراق مقبل على تفاقم كبير للقلق لأنه لما يوصل الإنسان لذي المرحلة مرة يأخذ جهد أنه يرجع للوضع الطبيعي لكن قبل لا يوصل دور العظيم 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 للعائلة والأصدقاء هو أنهم يرجعوا الإنسان لفكرة أنه أوكي أنت قاعد تستنزف الآن لدرجة ما عدت تشعر فيها بنفسك بالحياة عظيم يمكن هذا التشبيه مرة رائع أنه إحنا كلامنا الحين عن الوعي لما الزوجة عرفت ساعد أن الأمور تصير تمام للأسرة ككل ولمصاب الفرد يعرف مكونات القلق والأجزاء والذي تبقي عليه يساعد نفسه ويهدى شوي من الغموض وتنحل الأمور وهو جزء من العلاج في سياق العمل لو بدأ يوعى سواء من الزملاء أو اللي حوله أو بالمقارنة أنه فلان قاعد تشتغل كثير فلان شكلك مرة صرت تعبان ومرهق ودافعيتك صارت أقل فيبدون ينبهون أنه بدأ تجيك مشكلة نفسية في سياق العمل فعظيم وهذا مرة شيء مهم نحن عندنا أحيانا الإشكالية أنه أنا كيف أقدر أصارح اللي حولي بصوص في إطار العالي أنه عندي مشكلة وائية بأي صورة أكون أمامهم الآن أو أي شخصيتي التي أمامهم تتغير ردة فعلهم لي تتغير معاملتهم أحيانا هل تتغير معي أو لا الكنال الذي ذكرته جدا مهم وإحنا الحمد لله طابعنا طابع مجتمع متكاتف بالعكس لما الشخص عنده مشكلة كونك تصبر أنا دائما أقول للمرضى كون جاتك مشكلة هذه حياة مو بيدك صبرك على عدم حل المشكلة هذا في يدك انتناعك عن حل المشكلة هذا أنت تلام عليه لكن تعرضك أنا أقدر الله لحادث أو لإنفصال أو تأيضا سبب لك مشكلة فلانية ما هو بيدك لكن انتناعك عن تلقي العلاج هذا في يدك أنا الأزواج اللي دوني في العيادة أحيانا مرت عليهم عشر سنوات في نفس المشكلة طب وينكم عشر سنوات يعني جاء جبنة عبدالله وجبنة محمد والمشكلة استمرت وخفت وهكذا القلق من المشاكل اللي تأثر على كل أفراد الأسر يعني انت ذكرت نقطة قلت أحيانا يكتشف الشخص أن فيه علاقة ما فيها قلق تلقي واحدة تزوجت تقول لك يوه الزواج طلع الزواج لا مختلف توقعت به وشيني بيقول لي يلا بسرعة وخلصي ووفع لي اكتشفت أن الأمور سهلات الطابع الذي يرسم في العائلة ممكن يكون لك قناعات وأفكار تبنى عليها أشياء كثيرة في حياتك وحيال من المشكلة أنها تكون الأفكار هذه خطأ أو السلوكيات هذه خطأ اللي ما يساعد الأشخاص اللي عندهم القلق فعلا أنه ما يطلب أننا حيانا ما نحاول نفهم الإشكالية يعني تلقي زوجها عندها زوجها عندها قلق طيب وش فهمك عن القلق والله ما أدري ياخذ دوار فلاني حبتين مثلا أو كذا وانتهينا ما في الوعي الكامل في أفراد الأسرة أني أنا أقدر أفهم الشخص اللي أمامي أعرف كيف أتعامل معاه حيث أننا كلنا نعرف نتعامل معاه هذا الشيء حزين لما يكون الوضع في احتمال فقدان التعاطف وهذا يقابل كثير من الشخصيات الطموحة جدا اللي تبدأ فعلا تنغمس فإذ كون مطالبة الطرف الآخر زوج أو زوجة اترك هذا الشيء طب هذا الشيء كل حياتي هويتي أنا كذا نتكيف نحل المشكلات بس يكون طلب الزوج أو الزوجة اترك هذا الشيء بالكامل دخل الأسرة في مأزق آخر إنه مستحيل هذه هويتي هذا أنا فبعض الأمور بعض الشخصيات بعض الطموحات تحتاج من كل العائلة أيمان فيها أحيانا السؤال الصح كيف أقدر أساعدك مو أترك الوظيفة الفلانية الوظيفة بحد ذاتها أحيانا قد تكون هي الإشكالية في بعض الحالات الوظيفة بحد ذاتها ليست الإشكالية شخص أنا كيف أقدر أساعدك هذا السؤال بحيث أن إنت احتجت مثلا أحد يكون معاك في حالات النوبات الهلع وفي حالات لما أحس أن قلقة عالية أنا هنا أقدر أكون لك سند ودعم لأن أحيانا غيرت وظيفتك هذه بس أنت شخص مصاب بالقلق أي وظيفة أخرى أنت تروح لها ستواجه نفس الإشكالية هنا ما وجدنا الحل نحن غيرنا الكونتكست بدأ ما أكون الموضوع في الطاولة هذه سأكون في الطاولة هذه على نقطة المشاركة أحيانا فيه رجال كثير يجون يقولون ما أقدر أقول الزوجتين أنا مثلا عندي فوبيا أني أستفرغ وأبدأ تأثر على حياتي في فوبيا مرة كذا غريبة يمكن لو الناس سمعوها أني أنا خايف أني بستفرغ في مواقف معين وجزء من القلق اللي هو عيش يكون عنده قلق وفوبيا من الاستفرغ أني قد استفرغ في موقف معين وانحرج فيصير دائما يفكر أنا خايف الآن في الاجتماع هل بستفرغ وبتفشل قدامهم هل بستفرغ قدامهم فمثلا أحيانا في حالات معينة أو في فضع معين الرجل لأنه عليه هالة الرجل وفي التنشي أنت لازم تكون قوي والخوف هذا للصغار أو أحيانا الانفعالات ككل في عالم الرجال يتم تحجيمها بسبب التنشي الاجتماعية على دور الرجولة فمثلا طفل في عزا 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 يقولوا لا تبكي متى يبكي إذا ما بك الحين وكان طفل يقولوا لا أنت رجال لا تبكي وخلاص وخلك كبير وعتم في أمك وأخواتك وزي كذا ففي عب اللي هو الصورة الاجتماعية حق الرجل فيصير أصلا هو متحرج من اللي حوله برضو الروابط الدعم في مجتمع الرجال كأصدقاء يعني يقولون الشي على استحياء يضحكون والله أني شوي متكدر مكتئب يضحكون عليه وكذا غير النساء يعني يمكن النساء أنه خلينا نقول في قدرة في مساحة أكبر للانفعالات فأتفهم هذه النقطة من مخاوفهم وغير أنه في أسر لما تجد تحكي لهم أنه عندك كذا بيستعزقون فيك وبيوصمونك من الأشياء الغريبة في موضوع السوشال أنكزايتي أنه كثير من قلق البشر هو حول السمعة كان فيه سيرفي عالمي لأكثر مخاوف الإنسان فرقم واحد كانت الأمان الجسدي هذا أكبر خوف عند الإنسان مثل هرم مازلو اللي تحت ثاني شيء كان السمعة فأي شيء يهدد السمعة عند الإنسان أمام نفسه أمام أسرته أمام مجتمعه يعطي له قيمة كبيرة بالتجنب فممكن هو يخاف من الحديث أمام الآخرين لأن السمعة ممكن تتهدد لو أخفقت سيصير الأخفاق منتشر لو سار الشيء هذا قدام الآخرين مشكلة فأسهل على الناس أنهم يشاهدون أن الناس يعيشون الحياة من بعيد وممكن يعطون أحكامهم ممكن أحكامهم أونلاين موجودة لكن أنهم يحطوا نفسهم في هذا الموضع الذي يمكن يهز السمعة تعرفين القلق بخصوص المكانة يمكن يلمس أهم احتياج في حياة الإنسان القبول والحب أنا إذا انهزت مكانتي أو سمعتي سأرفض من الجماعة سأنبذ حتى تطوريا لا سيكون عندي فرص النجاح والاستمرارية فيمكن هذا يمس أهم احتياج اللي هو الحب والقبول طبعا في علاج زي القلق الاجتماعي لما يجينا شخص كذا عنده رعب أنه أنا في الاجتماع إذا تأت زين مرة بنحرج وبصير كأني كلهم بيحكمون علي طبعا جزء من العلاج أنه خفض كارثية هذا الموضوع أنه تخيل أحيانا أنه انعرض التجربة تأت فيها وتحمل الضغط اللي أنت تحسه وشوف أنه تطلع الموضوع بسيط لأنه كل الناس يتأتون اكتشف أنك ما مت من التجربة حتى يفتح لك الحياة بالضبط وفجأة يخف قلقة وخلاص يستوعب بس أنه ما وراء خوف من التأت يمكن أحد يستغرب أنه اللي ما عنده قلق الاجتماع ليش أخاف من التأت عادي ليش أخاف من التكليج بالنسبة لهذا الشخص ترى يلمس حدث معين تعرض فيه للاستهزاء للسخرية للنبذ أحيانا فيجي في بال أنه أنا بكون في هذا الوضع مرة ثانية بهذا التهديد حتى كده متنبه مرة لاحتمالية نظرات الناس كيف قادرين يشوفون الأقران فلأنه يمس حاجة في قصتها مرة مؤلمة أدت لأنه هذا الاضطراب يجي ممكن نحن قادرين نتكلم كثير عن الاضطراب بس في قصص تبرر وجود هذا الاضطراب أحيانا تنفهم بالوعي النفسي يكاد يكون ما في أحد ذكر لي مثلا عن السوشال إلا وذكر موقف تنمر يا أقران يا أصدقاء يا عائلة يا مدرسة دائما في قصة تنمر مبنى حولها هذا السلوك هي تبدأ صغيرة تبدأ يعني صغيرة وتكبر وتكبر القلق بحد ذاته ما يبدأ قلق صح يبدأ يأخذ مراحل والشخص يسكت وتعرض موقفه يسكت ويمارس حياته ويتوتر إلى ما يصل مرحلة الشخص بذاته ومعده وكادر يتعامل مع نفسه فيوصل للمرحلة التي أحتاج لا أحتاج علاج وكثير من الناس يتوقع أنه إذا أنا لجأت الآن للعلاج المفروض في غضون جلسة جلستين أنا أكون إنسان رائق قلقي لا ما عده بالمعدل العالي عالجيني أحيان كثير من الناس يسأل يعني كم جلسة لازم أجي عسس أن نخف يعني خاص أني أكون كويس إشكاليتنا مع القلق وغيره التصادم اللي يصير بين الشخص وبين محاولة مواجهة المشكلة عند الشخص عند نفس الشخص يس يعني عندي مشكلة القلق أو مشكلة التكالية أو مشكلة الذكريات الماضي أي مشكلة أنا ممكن أواجهها في حياتي لما أنا أحاول أمنع نفسي عن مواجهتها أنا أدخل فيه صراع أكبر وأكبر يؤدي للقلقة ويؤدي للأشياء أشياء إدمانات أشياء كثيرة يس 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 فاصل ونكمل يمكن كثير ناس يسمعوننا الآن يفكروني عن نوع طيب ليش صار هذا كل ليش يوصل الإنسان أو لأسره وهذا القلق يمكن أهم معلومة يعني يحتاج كل إنسان يحطها في باله أنه في المجال النفسي ما في قواعد قطعية في عوامل خطر نسميها شيء يؤدي إلى أنه قابلياً أن الشخص يصاب في أمور دائماً نحطها بعين الاعتبار بس في استثناءات مرة كثيرة هي قصة إنسان يجب أن نتعامل معها كذا بذاتية أو بشكل فردي بس فيه يعني العلم عطانا دعنا نقول إشارة كافية للأشياء التي ممكن تسبب أو تساهم من جهة ثانية يقولنا لسه ما نعرف أحياناً ليش يعني شخص يجي يقول حياتي ما صار فيها شيء يعني يذكر وفعلاً حياتي كانت أمورها كلها تمام جالت ضراب في فترة من الفترات فهنا نحتاج يعني نقرب هذا الغمول ونبقي مو بالضرورة حتى نأولى بشكل كبير لكن في عندنا معرفة كافية تقولين إيش صار في الأسرة إيش صار في المجتمع إيش صار في حياة الفرد إنه أدت إلى أنه يعاني اليوم من أي ضراب نفسي بما فيها القلق فلو بنفق يعني بنمر على يمكن القصص التي شهدت عليها كأفراد أدت إلى الضراب نفسي بما فيها القلق وأنه بنلاقي وهم صغار كان فيه احتياجات أساسية في حياة الإنسان ما تلبت يمكن أنت ذكرت قبل شوي هرم ماسلو هرم ماسلو كلنا ندرسه بالجامعات إيش مكان التخصص وأنه فيه احتياجات إذا ما يعني يحتاج الإنسان يلبيها أساسية إذا ما تلبت بعاني الشيء الأساسي هو الأمن احتياجات اجتماعية أو احتياجات تتعلق بالذات ففي كثير من القصص المشاكل النفسية والإضطرابات النفسية الاحتياجات ما أخذت مجراها سواء بسبب عائق اجتماعي اقتصادي أو أسري فلو نعطي مثال برضو أنه ما تم مراعاة لهذا الإنسان اللي قاعد يكبر سنة ورا سنة فهذه المرحلة وش أهم شيء بالنسبة لها فيمكن من أهم يعني دائما أسمعها هذه القصة أنه تلاقون رجل في الأربعينات من عمري يتكلم عن أنه أنا و أنا صغير أذكر ألمي لما كنت أبغى أطلع ألعب مع عيال الحارة أم يتقفل الباب لأنها قلقة تقول لا اجلس أو أبو يقول ما لداعي أنت رايح تدرس ولا رايح تكون صداقات ليش تروح التجمع هذا في عمري مثلا من الابتدائي والمتوسط وطالع أنه في مكوء يعني احتياج ما تلب أو مطلب لهذه المرحلة وهو تكوين العلاقات والصداقات لما تنظر بالأي سبب إن كان حماية مفرطة أهمال حماية مفرطة من الوالدين خافون عليه من المخاطر فأجلس وبمهمين الأصدقاء المدرسة بس جيب درجاته وما لا داعي تلعب معهم هم ما راعوا هذا الإنسان تكوينه وما يحتاج فيه هذا الشخص وهو قاعد ينمو لما يكبر ويكون عنده صداقات ومجتمع ومرتاح معهم ويستعد للزواج يحتاج هذا التمهيد اللي أنت وانت صغير ووش صار لك ففكرة الحرمان من اللعب إذا حرمت طفل من اللعب هذا شيء مرة كبير إذا حرمت من التفاعل مع الناس إذا جاء يطلب أمان وما عطيتها إذا ما وفرت للحماية الكافية هذه كلها شيء مهم يعني مؤثر فإنه بشكل عام الحماية المفرطة أو الإهمال الإهمال أنه أصلا محد حولك هذا الطفل لا يرى لا تسمع احتياجات ما يتم الاستجابة له بشكل مرة مؤذي يكبر يحس أنه قلقان فيه شيء قاعد يفوت أو حزين من جهة ثانية العنف يعني مهما قلنا عن العنف إحنا مقصرين العنف بكل أشكاله نفسي جسدي جنسي العنف النفسي على سبيل المثال يمكن يكون مبهم عن الناس كثير العنف النفسي هو إيش ذلال مستمر سخرية تهزي عدم احترام الكرامة هذا الإنسان واستقلاليتها الطفل الإنسان قبل لا يكبر وينضج وصير في العمر القانوني للأهلية من البداية وهو استقلاليتها قاعدة تطلع ماذا قاعدين نسوي بالاستقلالية هذه نخليها تمشي ولا نقهرها برضو يمكن تكلمنا قبل شوي عن أنه مثلا أحيانا كيف فيه ضغط اجتماعي يخص الرجولة يؤدي لأن الرجل يعاني بصمت اللي تتفاقم المشاكل يمكن برضو أحيانا فيه أعباء تتعلق بالأنوثة الأنثة منه هي صغيرة فيه عليها مخاطر ومحاذير مرة كثيرة انتبهي تغلطين لا تسوين كذا تكلمي كويس شكلك لازم يكون بشكل معين معايير الجمال معايير معينة يعني ممكن يصير فيه تنمر على الإناث لأنهم ما يستوفونها وهذه التجربة مرة ضاغطة نفس الشي ممكن الإناث من مقارنة بالذكور يصير فيه عليهم حماية زايدة التي تقهر الاستقلالية ويتم التعامل معها باعتبارها كأن ما يحتاج الحرية الطبيعية الإنسانية كأنها ما تحتاج هذا الشي تروحين الجامعة ترجعين ما لا داعي تتكابلين صديقاتك هي في عمر أصلا تكوين علاقات ما يحتاج يكون لك مكانك الخاص ما يحتاج أن يكون لك أسرارك أو حياتك أحيانا فيه أسر من شدة الحماية المفرطة أو أحيانا زي يعني تدل على الضراب أنه يتم مراقبة البنت وين رايحة وين جايها بشي ترصد اللي هو حتى عن اللوكيشن هذا إشي يقول للإنسان في الدنيا الحياة خطيرة أنت من تقادر أنت من محترم كفاية أنت من مسؤول وفي عندك كنترول على حياتك فهذه النواقص وهذه المشاكل عنف نفسي جسدي عدم مراعاة الاحتياجات ومراحل النمو الأب والأم يعرفون مطالب نمو لها زي يتمهد البذور حقا للاضطرابات النفسية فودي أسمع منكم أنه إيش اللي كان ناقص في مشهد الأسرة الزواج العمل المجتمع ككل نحتاج نتكلم كذا بصوت عالي وهذه النواقص إحنا راح نستشف أنه بنقيضها تتم الوقاية أصلا صحيح لو خذنا الأسرة مثلا أغلب الأسباب يذكرتها طبعا مواجدة متى يصير القلق بالنسبة هذه أو يكون للاضطراب عنف شديد أو النقلكت شديد اللي هو الإحمال الشديد وما شابه أحيانا الانفصال كونك في علاقة وانفصلت أحيانا وجود عارض كبير في العلاقة في حدث مثلا أحيانا مثلا الزواج من زوجة ثانية أحيانا أو ما شابه ممكن يسبب بأشياء زي كذا أحيانا تعرض الحادث مثلا يفقد فيه شخص مثلا أعضاء أو لا قدر الله أو الحركة هذه كلها ممكن تسبب لأشياء هذه المهم ذكروا كذلك كيف نتعامل مع الحالات هذه في حال وجودها الكميونيكيشن أكبر مشكلة بين الزوجين الكميونيكيشن ما في اللغة واضحة نفهمها وكاننا نتكلم بشفرات نكتشفها في الجسات العلاج تكون مكلفة أحيانا فليش ما نقعد أنا وانت ونفهم إيش اللغة التي تحتاجها وشي اللي تحتاج تسمع مني وأسمع منك مهما ومعلومة ضرورية أن نفهمها الإنسان لنفرض أن الزوجة كنا نثقلنا على زواجه شوية اليوم فناخذ الزوجة لو فرضا هي المصاب بالقلقة وتجيها نوبات هلأ فعلا طالما أن أنت شخص غير مصاب بنوبات الهلأ فلن تستطيع فهم ما يمر فيه الشخص فعليا وهو عنده نوبة الهلأ لا تقول أنا أشوف أنا أحس فيها أنا أتفهمها أنا أحتويها شكرا لكن يظل عدم مرورك بتجربة الشخص الثاني مختلف إذا مريت لا قدرها بنفس التجربة ستشعر فعليا بما يشعر فيه الشخص هذا فتفهم نوبتها إيش ممكن أقدم لك إذا جدك النوبة هل فيه مساعد أقدر أقدر أقدم لك إياها إحنا كيف ممكن نقدر نتعاون على فهم المشكلة هذه التعبير عن احتياجك هذه الإشكالية أن الشخص لا يعبر في البداية عن القلق الذي عنده إلين يسوء ويؤثر على العلاقة هل يعرف الإنسان احتياجه في البداية عدم معرفة الشخص فيقع هنا العاتق الآن أصبحنا مجتمع العلم فيه ساعد أكثر من السابق صحيح صحيح أن كثير من المعلومات الموجودة في السيشو ميدي غير صحيحة غير دقيقة لكن على النقيض فيه أشياء كثير صحيحة كذلك ممكن الشخص إذا هو فاقد لمهارة أنه يكتشف أنه عنده قلق ممكن الحال ينبه وحال كثير يكون الشخص عنده مشكلة وتيجي واحد يقول بالله يشيك على الشيء الفلاني أو راجع كذا ويكتشف فعل أنه عنده أشكالية سبحان الله في شيء مؤين فالوعد الحال الذي عنده الأشخاص في العائلة مهم أنه يساهم الشخص الذي يأخذ ذكان الأب كبير في السن أحيانا أو الأم سنرفض العلاج في الحال ممكن يروح معاه لطمنه لتحسن أنه يتأكد مع علاجات وإذا يأخذ علاجات ومشابه كل كلام يشير إلى قيم كأنها لازم تكون موجودة أو إذا فقدت تصير مشاكل تواصل بالضرورة في الأسرة التعاطف والتراحم التكاتف ونحن موجودين ونحاول نفهم بعض ونكون كويسين لبعض إذا كانت مساحة الأمان عالية إذا كانت مساحة الأمان عالية في الأسرة لأنني أنا أين كان الزوج الزوجة الأبن أقدر أعبر عن شيء مقلقني وفيه تجاوب وتقبل من البقية ما رح يكون هناك أي مخاوف لأن أنا متى أمتنع إذا حسيت أنه عملوني بأقلية أو عملوني بدونية أو ما احترموني زي السابق أو فمعنات أنا كياني في الأسرة هذا رح يهتز فأنا يمكن أحمي نفسي هذا تهديد بحذاته لأنه لا يوجد أمان نفسي يمكن أن تتكلم بفضل أحيانا يكون الموضوع فرط الرعاية لو تكلمت أنا عند أهلي بشيء بسيط ممكن هم يفاقموا منه فأفضل أني أنا أكتم لأنه حواليني من بالغين ما هم قادرين على رعاية انفعالاتهم بشكل يسندني لا حيبالغوا فيه أكثر فممكن يكون الموضوع نقل لو في شيء مفقود أو ناقص في مشكلات القلق في العمل فهو الاعتراف بالحقيقة يعني ممكن الإنسان يروح أماكن من ربعيدة لكن ما يقدر يقول إيش حاصل بشكل حقيقي فاعتراف الإنسان يطلب كثير من الحوار يطلب يعاني من مشكلة وإنه إيش هو سبب المشكلة هذه أحيانا تكون مهارات فعلا أنا محتاجة أطورها أكثر مما أن المؤسسة هي المخطئة أحيانا تكون تأخرت في اتخاذ قرار أحيانا يكون انضباطي أنا هو اللي قاعد يسبب لي قلق دائما يكون الشخصيات عندها انضباط منخفض فيصير في تراكم من السمعة المهنية أن أنت ما تجي على الوقت يتفاقم القلق لمشكلة حقيقية فالاعتراف في الوقت المناسب يساعد الإنسان أنه يبدأ يمسك طرف للمشكلة عشان يحل فيها المشكلة كذلك أحيانا نحس أنه بعض أنواع القلق أو بعض المشكلات اتفاقمت عبر الإعلام يعني أمس أقرأ أنه تيك توك في هاشتاج الجنريشن زي اللي هما الجنريشن أو الجيل اللي ما ما حتك نفس الاحتكاك اللي قبله السوشل ميديا يعني حياته أونلاين أكثر من حياته الخارجية أو الواقعية فيصير فيه نقص تجارب حقيقي في هاشتاج الرهاب الاجتماعي فيه ثلاثة بليون بوست ثلاثة بليون رسالة عن الموضوع يقومون حتى تغطية لأنفسهم وهم يجيهم نوبة هلاع فهنا أنت تزيد تصورك عن رعب العالم الخارجي وهنا أقول أنه الناقص هو أنه إرجاع عن الحياة الحقيقية يعني مو كل شيء تشوفه أو تطلع عليه حينطبق فممكن أنت حياتك تكون أسهل بكثير بما ترى لكن ما يكون الإنسان عايش معظم 99% يعني لما تكلمت قبل شوية عن التجارب مرة في صعوبة أنك تحط أنك تلقى سياق عادي للتجارب يعني أنت ما حتلقى الأطفال يقعبوا في الحديقة بشكل بسيط ما حتلاقي مثلا في الأحياء نفسها سوشال لايف زي ما كان ما صار فيه نفس اللي كان موجود أول كحياة اجتماعية مع العائلة والأقارب فتعرض الإنسان للحياة الحقيقية مرة بسيط تعرفين نبهتين النقطة أنه قبل لما كانت الحياة خلينا نقول سوشال ميديا أقل ونروح ونجي وزي كذا حياة الطفولة يمكن المخاطر أني بطيح بصير لشيء على راسي أشياء معينة تدريين مخاطر خارجية بس في مخاطر هذه الشبكة وتدافع الناس فيها بلا حدود نحو بعض الأشخاص زي مثلا تنمر الإلكتروني مرة مرعب يعني أنت في بيتك ممكن تتعرض للتهديد تذكرت قريب مثلا اللعبة الجزائرية إيمان الملاكمة كيف أنه تعرضت الحملة فيها كراهية وفيها تنمر مرة شيء مؤلم أنه شخص حتى ممكن يكون حامي نفسه وما هو تعرض المخاطر الواقع بس تجي له وهذا يمكن أكثر شيء مؤلم بالنسبة للناس اللي عندهم قلاق اجتماعي احتمالية الأذى اللي يجي من الآخرين فاللي ناقص في الواقع واللي يؤدي للضرابات حيانا هذه القسوة والسوشال ميديا وحياتنا الجديدة في العالم الفتراضي وقوانين ضبط شوي لهذا الموضوع يعني من الأشياء اللي الحين شائعة جدا على المدارس أنه يطلع لكل مدرسة حساب قصب يتكلم عن الطالبات يعني أنا في عهدي كان أقصى شيء ممكن يصير لسمعتك أنك تكلم عليك المدرسة الآن تكلم عليك تويتر كامل أو انستغرام كامل فمره مرعب أنهم ممكن يتداولوا حقائق بعض زي كذا بهذا المستوى المرعب وتتوقع علم النفس الاجتماعي والدراسة السلوك في الواقع في الفضاء السيبراني مرة شيء مهم أنه يعني يمكن القوانين الجرائم الإلكترونية الأمور هذه الوعي عند الناس يحاول يخفف من هذه المشكلة لكن هي مشكلة مجتمعية تؤدي إلى اضطرابات ومعاناة فعلا حقيقية وأتوقع يجب التصدي لها أو محاولة فهمها والتقديل منها بس أنه مخيف كيف ممكن يكون الإنسان قاسي كذا يعني من خلف الشاشة فعلا الجماهير ممكن تصير مسعورة في لحظة وتسوي اغتيال الشخصية فهذا برضو من الأشياء لتخوف الإنسان أنه يكون نفسه تعرفين على طاري العمل يعني يجون يحيانا كثير أشخاص في فترة اللي هو اختيار تخصص أو مجال يكون عندهم مثلا معاناة نفسية نتيجة أنه نفس كلامنا الوالدين مثلا إما ما يراعون مطالب معينة أو المجتمع يحط ضغط على الشخص في هذه المرحلة أنه عندك يا طب يا هندسة هذه فكركات موجودة ويمكن لا تزال أنت شاطر عندك طب أو هندسة سالفة أنك تبغى مثلا كيف الشخص مثلا في هذا العمر مفروض يكون عنده استقلال ويختار حياته ويحس بهذا الكنترول بس الواقع مو قاعد يساعده على أي سبب كان يمكن حماية الأهل خايفين عليه من بطالة أو غيرها أو أنه ما يكون دخلة كويس بعدين يؤدي لمشاكل يعني معرفة توافقيني هذا الشي أنه ألاحظ كثير أنه مفهوم الشغف أنا ما أتكلم عن شخص ما عنده شغف أتكلم عن شخص جاي عنده شغف والأسرة ملاحظين وعنده توجه معين بس يفرضون عليه مجال معين لأن الأنفع بالنسبة لهم مؤلم كيف أنه ما في تقدير الفكرة الشغف وأن الإنسان إذا كان شغوف بمهنة ومشى فيها ترى هذا خير مرة كبير فكيف تشوفين هذا الموضوع من عندك من الاستشارات المهنية أنه اختيار الشغف مقابل اختيار الشي الذي عليه دخل أو كيف يأثر على صحة الإنسان أحيانا يكون مبكر جدا أن الإنسان حتى في الثمنتعاش يكتشف شغفه فالعشرينات كلها المفروض أنها تكون لاستكشاف تجارب مرة كثيرة ممكن حتى تكون درس تخصص بس لسه يعني من تواثق أنه هذا هو التخصص المناسب لك وتحتاج أنك تشوف عندك مساحة أنك تكتشف شغفك لكن الشغف إذا كان عب حياة الإنسان وعنده موهبة فهو أقوى من أي تخصص يكفي الشغف أنه يكون وحده محرك لكن إذا كان الإنسان قادر أنه يستخدم الأقصى ما يكفي الشغف لحاله لابد مع الشغف من عمل جاد جدا مبكر جدا صبور جدا لكن لو جبت شخصين شخص اتبع خطة موجودة مثلا بدون شغف وشخص ترك كل الخطط وراح لشغفه مباشرة وعنده الموهبة يتكرس فيها بكامل الطاقة هذا الشخص أداءه أفضل هذا يقدم للإنسانية أصلا أشياء أفضل أحيانا كثيرة وفي عمر مرة مبكر يبان هذا في اللي أقول لكم عليه اختبارات التحديد التخصص أنه أكثر أحد يقع عليه رأي العائلة هو آخر العنقود كل العائلة تشارك فيصير هو معارف كل العائلة تشارك اتخاذه للقرار يعني من جد ممكن تنهز صورة الذات لأنه ممكن أخوي قال أنه أنا أنا فعطب ممكن أختي قالت لا تعال تخصصي ممكن أخوي اللي دفع للجامعة قال لي ادخل كذا فيصير متحكم بحياة الإنسان وهذا يناقض أهم شيء للنجاح المهني حرية اختيار في الأول يا فكرة الحرية الاستقلالية التمكين قد إيش مجتمعيا أسريا قاعدين نمهد للأفراد أنهم يمرون بهذا النمو النفسي لهو السواء بعدين نلاقيها هذه الشخصية السوية التي اتخذت قرارات وهي قدها وتعيش الحياة بتحدياتها فيمكن هذه الأمور إذا اهتزت أو انقصت يعني تؤدي للضراب وهذا ناقص فعلا في المشهد وناقص بشكل مرة كبير أنه ينعطى الإنسان حرية الإخفاق يا حتى الخطأ هذا شيء يعني حق مفروض أنه مكفول يمكن يدخل تخصص أو يتخذ قرار بعدين يتراجع عنه ويمشي مفروض أنه بالعكس تنشجع هذه الذات اللي تستكشف وبتلاقي نفسها وتمسك خط في الثقافة اليابانية في مفهوم يعني شيء مدهش أنه فيه كلمة تقول عن هذا الموضوع اللي هو مفهوم يعني معناه سبب الحياة أو هدف الحياة أنه له شروط معينة أنه فيه شغف وفيه مهارة عندك شغف بشيء عندك مهارة فيه تقدر تطلع منه دخل ونافع للمجتمع ومرغوب فيشجعون الأفراد أنه يعني اكتشف الأيكي قاي حقتك هذه لأنها يعني فيه شخص كان رايح يسوي دراسة عن ليش طولة العمر في اليابان ولاحظوا أنه نظامهم الغذائي الحركة والأيكي قاي هذا شيء موجود أنه هم ما يتقاعدون أصلا أكيد أنه عندهم صعوبات وتحديات في الصحة النفسية بس أنه هذا المفهوم رائع وما أدري إذا فيه شيء له نظير عندنا هنا أنه أنك تسوي شيء نافع للمجتمع وانت تدور على هذه النقطة المشتركة شيء شغوف فيه أقدر أجيب مننا فلوس عندي مهارة فيه أقدر أطورها وأنا قد التحدي والمجتمع يحتاجها اللي بيعطيني معنى يعني أنا أصحك اليوم أشعر لي دور وأشعر بهذا المعنى وهذا هو الأيكي قاي مفهومة فأتخيل مرة صعب مرة صعب على إنسان ما خط تجارب كثيرة أنه يكتشف المعنى بنفسه فمثلا لو كنت مبسوط مثلا فوظيفتك كيف مكان بس يأتيك أحد يقول لك لا لا دخل أحيانا كثيرة قيمنا تكون محاكاة لقيم اللي حولنا فمجتمعك بعقبك إذا كانت هذه ما هي منصب ولا دخل كبير وهذا ممكن تضغط على الرجال أكثر من النساء النساء فيه شوية تحرينا تروح وراء الشغف لكن هذه من الأشياء اللي نحاصر فيها بعض رحلتنا الداخلية والخارجية أو إلي ما الشغف هذا يؤتي ثماره حتدفع ثمن مرة كبير بس مسبقا قبل لا توصل الرحلة الخارجية أنه إصغائك لقوانين المجتمع فقط يبعدك عن الطمأنينة اللي ممكن تلاقيها في الإكيغاي وأن المجتمع تغير جدا وبس صورة كبيرة جدا من ناحية طلعات الأفراد حوياتهم الإكيغاي أنا أشوف الآن المجتمع يتقبل الإكيغاي صح ونشوف قصص نجحت جدا كبيرة صراحة ونفخر فيها كلنا فلعلم فهم الإكيغاي الآن يكون موجود عندنا بمسمى آخر صار موجود البحن الشغف صح صح عظيم فإنه يمكن اللي ناقص واللي نحتاجها للوقاية هو يعني نعرفها بالنقيض أنه هذا اللي كانت الأمور الناقصة اللي أدت إلى الضراب نفسي مشاكل تلبية الاحتياجات التحديات المشاكل الأسرية الأمور المهنية والنقيض هو الوقاية فأعطيكم العافية شكرا 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 موسيقى شكرا 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 شكرا